الله تبارك وتعالى بجميع محامده ونصلي ونصلم على صفة خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد مع الآية الكريمة من سورة عباسة من الآية الأولى للآية السادسة عشر إن شاء الله تبارك وتعالى بالتهجيء والتجويد موضوع الآيات الكريمة أولا قصة صحابية الجليل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم وكان صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة كبار كريش للإسلام فعبس في وجهه فعاتبه الله تبارك وتعالى والآن مع تهجي الآيات تهجي البسملة باء كسربي سين سكون مع الصفير والهمس بس صفيرها صاد وزاي سينو بس ميم كسرمي بسمي اسم الجلالة مع عظيمنا نتهجع من باب التعليم همزة وصل وسط الكلام اللى تنطق ويبدأ بها بالفتح لمسكن شمسية مضغمة في اللام المشددة مع الفتح الله ألف مخفى مد طبيعي وهذا من خطأ اسم الجلالة الله هاي كسرهي الله نقرأ بسم الله طيب حكم الميم ترقق متى ترقق ومتى تفخم أو تغلظ عندما يكون الحرف السابق لها مضموم أو مفتوح تغلظ اللام أما إذا كان الحرف السابق مكسور ترقق اللام كما معنا هنا في هذه الحال بسم الله همزة وصل وسط الكلام اللى تنطق ويبدأ بها بالفتح لمسكن شمسية مضغمة في الرأي المشددة مع الفتح نون كسرهي الرحمني بسم الله الرحمني همزة وصل وسط الكلام اللى تنطق ويبدأ بها بالفتح لمسكن شمسية مضغمة في الرأي المشددة مع الفتح كسرة سكون مد طبيعي الرحيم نقف عليها مد عارض للسكون الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عين فتحة عباسين فتحة عباسة وفتحة 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 لا مشدها فتحة أعرف مد جائز منفصل نقف عليه مد طبيعي وتولى عباسة وتولى همزة فتحة نون سكون مع الإخفاءة الحقيقي جيم فتحة جاء أن جاء ألف مد واجب متصل همزة فتحة جاء هأضمه جاء أن جاء همزة وصل وسط الكلام لا تنتقى يبدأ باب الفتح لمسكون قمرية مظهرة همزة فتحة أ العين سكون الأع مين فتحة ألف صغيرة مد طبيعي الأعمى أن جاء هأه الأعمى وفتحة و مين فتحة ألف سكون مد طبيعي وما يا فتحة ذالس سكون مع القلقلة يدر كسرة مع التركيك يدري يأسكم مد طبيعي يدري كفتحة يدري ك وما يدري ك حروف القلقلة قلقلة كتب الجدين لا مفتحة لا عين فتحة لا عاه لا شدها فتحة لعل هأضمه باب صغيرة مد صلة صغيرة لعله وما يدري ك لعله يع فتحة زى يع فتحة كف شدها فتحة يا زكة ألف مد جائز من فصل وصلا نقف عليه مد طبيعي يزكة وما يدري ك لعله يزكة وما يدري ك لعله يزكة همZه فتحة أي أو 있었كون حرفلين أو يا فتحة ذال شده فتحه يذكه راء ضمه مع التفخيم يذكره او يذكره فتحه 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 ننسكون مع الاخفاء الحقيقي ففتحه فتنفه عين فتنفعه فتنفعه حروف الاخفاء المجموعة في اوائل كلم البيت صيف ذا ثانا كمجا ذا شخص قد سمى ضم طيبا زد في تقن ضع ظالما او يذكره فتنفعه همزة وسط الوسط الكلم لا تنطق ويبدأ باب الفتح لمسكون شمسية مضغمة في ذال المشددة مع الكاس الذكاف سكون مع الهمس الذك راء فتحه مع التفخيم الذك راء الف مد جائز منفصل وسط نقف عليه مد طبيعي الذك راء او يذكره فتنفعه الذك راء او يذكره فتنفعه الذك راء او يذكره فتنفعه الذك راء همزة فتحة ميم شدها فتحة مع الغنة وغنة ميمن ثم منون الشددة وسمى كل الحرف غنة بدأ الف سكون مضغط طبيعي اما ميم فتحة مهنون كسراني ماني همزة وسط الوسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالكسر سكون مع الهمس والصفير اس تا فتحة اس تا غين سكون نون فتحة الف صغيرة مضغط طبيعي اس تغناء اما ماني استغناء اما ماني استغناء اما ماني استغناء ففتحة فهمزة فتحة اهنون سكون مع الاخفاء الحقيقي تا فتحة تا فأنت لا فتحة لا هأضمه لا هو وهو صغيرة مضة سيرة صغيرة لا هو فأنت له تا فتحة تا صادق فتحة تا صادق دا لشدة فتحة الف صغيرة مضة طبيعي تا صادق فأنت له تا صادق وهو فتحة وامين فتحة الف صغيرة مضة طبيعي وما عين فتحة لان فتحة لا على يأس كون حرف لين عليك فتحة كا عليك وما عليك همزة فتحة لا مشدها فتحة ألف سكون مضة طبيعي ألا وما عليك ألا يا فتحة يا زي شدها فتحة يزا كاف شدها فتحة ألف صغيرة مضة طبيعي يزكا وما عليك ألا يزكا وما عليك ألا يزكا وفتحة وامزة فتحة آه وآه مين شدها فتحة مع الغنة ألف سكون مضة طبيعي وأما من فتحه ماهنون سكون مع الإخفاء الحقيقي جين فتحه جاء من جاء ألف مد واجب متصل جاء همزة فتحه جاءك فتحه جاءك وأما من جاءك يا فتحه ياسين سكون مع الصفير والهمس يس عيني فتحه ألف صغيرة ماضي الطبيعي يسعى وأما من جاءك يسعى وهو فتحه وها ضمه وهو وهو فتحه وهو يا فتحه خاصه مع الهمس والرخاوة يخ شين فتحه ألف صغيرة ماضي طبيعي يخ شاء وهو يخ شاء فتحه فهنزة فتحه فهنون سكون مع الإخفاء الحقيقي تا فتحه تا فأنت عيني فتحه نونسكون مع الظهر الحلقي ها ضمه عنه تا فتحه تا لام فتحه لا تلا ها شد فتحه تلا ألف صغيرة ماضي طبيعي تا لها فأنت عنه تا لها فأنت عنه تا لها كاف فتحه كاه لا مشد فتحه كلا ألف ماد جائز منفصل كلا همزة كسره إه نون شد فتحه مع الغنة ها فتحه ألف سكون ماضي طبيعي ها كلا ها تا فتحه تا لسكون تا كاف كسره را فتحه مع التفخيم تا ذكيره تا ضمه مع الإخفاء الحقيقي تا ذكيره تا نقف على التا المربوطة بالها تا ذكيره كلا إنها تا ذكيره كلا إنها تا ذكيره فا فتحه فا مين فتحه ما فا ما نون سكون مع الإخفاء الحقيقي شين فتحه شا فمن شاء ألف ماد واجب متصل همزة فتحه أ شاء ذا الفتحه ذا كا فتحه ذا كا را فتحه مع التفخيم ذا كرا ها ضمه أو صغيره ماضي ثلاث غره ذا كرا هو نقف عليها بالسكون العارض مع همزة الها ذا كرا فمن شاء ذا كرا فمن شاء ذا كرا فمن شاء ذا كرا فا كسر يأسكم مضي طبيعي في صاد ضمه صوحة ضمه حو صوحة فا كسرتين مع الإضغام بغن في الميم المشددة مع الضم لأن الميم من حرف كلمة ينمو في صوحة في ميم كا فتحه كا مكا غراء شدها فتحه مكر مين فتحه ما مكر ما فا كسرتين مع الإضغام بغن في الميم المشددة مع الفتح لأن الميم من حروف كلمة ينمو مكرمة ما نقف على التاء المربوطة بالها مع الهمس مكرمة في صوحة في مكرمة في صوحة في مكرمة ميم شدها فتحه رأسكم مع التفخيم مر فا فا ضمه ووسك مضي طبيعي مرفوع عين فتحه مرفوع تا كسرتين مع الإضغام بغن في الميم المشددة مع الضم لأن الميم من حروف كلمة ينمو مرفوع تيم طوحة فتحة مط ه شدها فتحة مط ه رأس فتحة مع التفخيم مط ه رأس تا كسرتين مع الإقلاب والثالث الإقلاب عند الباء ميم وغنة مع الإخفاء مط ه رأس نقف على التاء المربوطة بالها مع الهمس مط مرفوعة مط ه مرفوعة مط ه رأس مرفوعة مط ه رأس كسرتين مع الإخفاء الحقيقي لأن الكاف من حروف الإخفاء المجموعة في أوائل كلمة البيت صف ذا ثنى كم جادا شخص قد سمى ضم طيبا زد في تقن ضع ظالمة أول حرف من كل كلمة سفرة كي نقف على التاء المربوطة بالهمس بالها مع الهمس سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كاف كسرة كي رأى فتحة مع التفخيم قد?". كرى كاصرتين مع الأكلاب الثالث . لا كثير من بغنة مع الإخفاء كرى رأى فتحة مع التفخيم بأرى رأى فتحة مع التفخيم بأرى بأرى كرامي مبارا وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم